نزول الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حتى بنيت له حجراته فحاز أبو أيوب رضي الله عنه أعظم الشرف بنزول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وباء المدينة كانت المدينة المنورة معروفة بالوباء فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بلاء ومرض وصرف الله ذلك عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أصحابه من البلاء والمرض دعا الله عز وجل أن يرفع الوباء عن المدينة النبوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح قواعد المجتمع المدني بنا النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعه المدني على ثلاث قواعد هي بناء مسجده النبوي المؤاخات بين المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم كتابة الصحيفة دخول الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها في شوال من السنة الأولى للهجرة بنى أي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فكانت أحب نسائه إليه